القضاء اللبناني اليوم يلي هو العمود الأساسي لبناء دولة إذا نهار هذا العمود راحت الدولة ومثل ما نحن شايفين مثل ما نحن شايفين اللي صار وسميتيه أنت بمقدمتك باليوم الأسود عن جد مش يوم أسود لأنه اللون الأسود فيه كثير ببلدين العالم بيتقبلوه يوم بلا لون أنه خيلة شو رأت تروح تتشكها لأنك مرح تيخد حقك عند القضاء القضاءات مختلفين مع بعضهم أي مل إيامي بين بعضهم أنت خد حقك بإيدك نزل باللحظة خمسة تلاف سبعة تلاف وبيطلع الساعة واحدة بالليل نهار الأحد وساعة اتناعش وين هالبورسة الموجودة ما حدا بيسأل إلا إذا هن عم بيشتريوا الساعة اتناعش بالليل بدون ما نحن نعرف بدون ما المواطن يعرف بدون ما الشعب المعتبر بلد بالعالم وين فيه بلد بالعالم واحد حاطت مصرياته وما بقى يرجع له شيء شو هالأمل اللي عبيعطونه سياسي مقصومين بالطائفية مقصومين ولك بالحقد مقصومين بكل شي مقصومين وبس اتفقوا أنه مصريات الناس راحت بالبنوكة ما ترجع بس اتفقوا كمان أنه مصرياتهم طلعت لبرة وما في مشكلة هاي خبرية القاضي بدي يكون مستقل القاضي القاضي مين ما عينه بدي يبعث ورا يروح لعند اللي عينه يقوله تعالى أقول لك أنا بدي أحكم باسم الأنون ما بدي أحكم باسمك يا زعيم اللي عينتني تثبت هيدا ما عليك باللبنان باللبنان ما تثبت بس لازم تثبت في قضات ممتازين وهو دي الممتازين حطينهم على جنب فائد الجيش مدير عام الأمن العقق والأمن الداخلي والسفيرة الأميركية عم بتشحدهم 100 دولار بشهر وليه مش عايب عليكم يا أيها المسؤولين دولة عم بتشحد 100 دولار للعسكري على ستة شهر يعني من هلا لستة شهر قيلينوا للعسكري أنت بأمرتنا وأنت ممنوع تتحرك نحن اللعب من طعميك مش دولتك اللعب من طعميك مش عايب لك عمش عايزهم للعسكري لا عايز أمريكا ولا عايز فرنسا ولا عايز الحق على اللي حكمينك هن اللي عملوا بالعسكري حاول تفسير القانون في خلاو بين مين ومين بين قائد الجيش وبين وزير الدفاع بس الكلام اللي نحكى بأحد الجرائد أنه هو طلب إيقالته مش مظبوط وصرح عنهم بارح الوزير الدفاع ومجه له تحيي ونوجه تحيي كمان لقائد الجيش يعني بعتقد أنا أنه أنا بطلب منهم أنه حلوا هالقصة معلاش وإذا في أي إشكاليات ما لازم تطلع بالإعلام ما لازم تطلع بالإعلام فاتشوا من اللي طلعها بالإعلام وقتشوا له رأسه طيب يخيي نقول لنا ماروني رئيس جمهورية يكون خلافاً لإرادتها وديكي وخليني يقولوا لا بس ما بدنا نحنا كرسة بعبدة أهم كرسة بعبدة أهم بشان هيك أنا قلت مرة قلت يا رايت هالكرسة بتروح لتضل للمسيحة بس مش للمورنة نتعلم خليني نعمل تجربة خليني نعمل تجربة ترجمة نانسي قنقر